السلام عليكم ازايكم يا احلام وطابعين في الدنيا يا رب اكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنام مع بعض واجبة فطر سريع واجبة عشة سريع جميلة جدا وطعمها حلوة اوي وبمكونات بسيطة جدا وحاجة جديدة جدا جدا شايفين قلبها من جوا عامل ازاي حشة وجميلة جدا وطعمها حلوة اوي وحاجة سريعة اوي تعالوا كده نصالوا على الحبيب ونسمي الله ونشوفوا المكونات مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم معنا مع بعض قطع من الجبنة الفيتا او الجبنة البيضة العادية انا هنا استخدمت الجبنة البيضة عادية خالص هقطعها قطع زي ما انتو شايفين كده هنقطعها قطع طويلة وبعد كده هنقطعها قطع مربعات صغيرة ومعاني معانا شبت وكسبرة ومعانا آآ بيضة ومعانا جبنة رومي مبشورة او جبنة شيدر حسب اللي موجود عندك زي ما تحب تحط فيها الجبنة اللي انت عايزة هناجم كل الحاجات دي كل المكونات دي مع بعض وهنضيف عليهم كوباية دي واحدة حطينا الجبن اللي معانا وحطينا عليها الشبت وكسبرة وهننزل عليها بالبيضة وهننزل عليها بكوباية الدقيق وهنعجينهم كلهم مع بعض كأنها هعجينا بالزبط من غير اي بهارات من غير اي اضافات طبعا انا معايا الجبنة الجبنة البيضة حدقة فمش هضيف لها اي ملح خالص لو انت حابت الجبنة اللي هي من غير ملح ممكن تضيفي حوالي نص معلقة ملح صغيرة لو استخدمت الجبنة البيضة اللي من غير ملح هنبدأ ننزل كده بكوباية الدقيق حطينا معلقة خل طبعا عشان ريحت البيض والخل في المغبوزات بيبقى جميل جدا وبساعدة ان هي تكون هشة كده وجميلة تهرس المكونات كده بمعلقة وتبدأ تنزل عليها بكوباية الدقيق ان المكونات اللي عندي دقيق استخدمت كوباية ونص دقيق هي هتبقى قدامك كأنها عجنة بالزبط حاجة سهلة جدا وبسيطة وجد طعمها حلو قوي بتبقى حلو قوي للناس اللي ما بتحبش الجبنة في ناس كده ما بتحبش الجبنة او اي مكون معين بتدخليه في اي حاجة بتغير طعمه وبقى طعمها حلو قوي وما بيبادش فيها خلص بتعجيني في ايدك وكل ما تحس ان انت محتاجها دقيق عشان تتلف معك كويس بتحطي عليها شوية دقيق صغيريه ودي ما شاء الله بعد ما عجلناها اقول لكم ان هي احتاجت معايا كوباية ونص دقيق يبقى هي اللي المكونات دي اتعجنت بكوباية ونص مد ايه دي طبعا مدعاجة لاستخدام مش دي معين ولا حاجة قطعناها القطع كده زي ما انتم شايفين وهنبدأ نشكل اول قطعة معانا من الاحسن ان انت تدهيني ايدك نقطة زيت كده عشان تعرف تتلف معك كويس يعني تحط علي ايدك نقطة زيت او لو لو لبسك كواند او حاجة تحط عليها نقطة زيت هتلاقها تلفت معاك حلوة او وبتفردها كده زي ما انتم شايفة وبتبدأ تقطعها كده بقطع متساوي وهتعمل كل العجنة بتاعتك بالطرقة دي زي ما قلتلك تحاول تحط نقطة زيت على ايدك علشان تلف معاك العجنة كويس وهتلاقها تطلع معاك حلوة او تبقى سهلة التشكيل وديك كمية معانا بعد ما خلصناها وهنحط زي ما انتم شايفين كده مقلية وفاها زيت على النار وبعد ما الزيت يسخن حلو هتحط معانا الصابع الجاملة دي وتهدي النار عليها شوية تكون على درجة تحرارة متوسطة فحيس انها تستوي من جون وقبة سريعة جدا وجميلة وطعمها حلوة او طبعا اي قطعة منها بتاخد لون بتقلبها على الجنب التاني وزي ما قلتلك تكون على درجة حرارة متوسطة بحيس انها متستويش متحمرش منك بسرعة وهي قلبها لسه عجين ما استواش احنا عايزين يكون قلبها هش كده وجميلة ودرجة الحرارة عندك تكون متوسطة وتكون في كمية زيت مناسبة بحيس انها متتحرقش منك من غير ما تستوي ودي ما شاء الله النتيجة بعد بخلصناها جميلة جدا 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 وحاجة سريعة وهشة من جوه زي ما قلتلكم وطعمها حلوة اوي وياريت ياريت ما ننساش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير للفيديو واللي اول مرة يشوف قناتي يعمل اشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك منا كل جديد ودي النتيجة معنا زي ما قلتلكم وياريت تجربوها وتسيبونا رأيك في الكومنتات وياريت يكونوا استمتعتوا بالفيديو بتاعنا وإلى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة